مع مضي شهر على الحرب في غزة بدأت الحملة العسكرية لإسرائيل تلقي بضلالها على المواقف السياسية في مختلف دول العالم لكن ما يلفت النظر الآن هو ما تشهده الإدارة الأمريكية بمختلف مفاصلها ما يمكن وصفه ببدايات الانقسام حول أهداف ومجريات ونتائج تلك الحرب وفي تجاه مغاير لما قدمته الإدارة الأمريكية من الدعم الكامل لإسرائيل تحدث تقرير لموقع إكسيوس الأمريكي صراحة عن افتراب بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس إذ يرى البعض في الإدارة الأمريكية ولد الديمقراطيين على وجه الخصوص أن البيت الأبيض يحرض على هجوم غير أخلاقي على الفلسطينيين بل إنهم ينتقدون حجم الرد الإسرائيلي وعدد الضحايا في غزة يقول بعض موظفي اللجنة الوطنية الديمقراطية إن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية من المانحين الديمقراطيين الغاضبين من سياسة الإدارة قد هزتهم وهو ما يدفع بعضهم للتفكير بالاستقالة بل وصل الأمر لأن يقول أحد المشرعين المؤيدين لإسرائيل إن من الصعب للغاية على الديمقراطيين أن يغضوا الطرف في ضوء ما تعرضه القنوات الإخبارية من مشاهد عن حجم المأساة في غزة وفي هذا الإطار أصدر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بياناً دعا فيه إسرائيل إلى إعادة النظر فوراً في نهجها تجاه الحرب أهمية هذه المواقف والتحولات تكمن في أنها تتضمن بوضوح من بين مرات نادرة انتقادات صريحة لإسرائيل التي يهيمن اللوبي الداعم لها على مواقع اتخاذ القرار في واشنطن كما أنها تأتي في وقت حرج الإدارة بايدن مع قرب الموسم الانتخابي وهو ما يضع مستقبله السياسي وطموحه في فترة الرئاسية الجديدة على محك حقيقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر